السلام عليكم بدأت تسجيل المحاضرة اليوم المحاضرة الرابعة من مادة الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية اليوم محاضرتنا عن جهاز اسمه الواكس باث أول شيء البرزنتيشن ما المحاضرة واضح قدامكم طلابلي جيد واضح دكتور واكس اليوم كان المفروض ناخد جهاز ثاني اسمه الواتر باث بدلا عن الواكس باث أول شيء خلينا نعرف من يعرف معنى كلمة واكس شنو معنى واكس دكتور جهاز الغسيل كلمة العامية يعني شمع شمع الواكس هو الشمع الواكس باث جهاز الشمع أو حمام الشمع الواتر باث هو حمام الماء الواتر باث والواكس باث جهازين اسمه متقارب بس انه مختلفات في الوظيفة اليوم كان المفروض نزلكم ملزمة الواتر باث بس الملزمة اللي جاي من الدورة كلها غلط يعني مبدأ الجهاز اللي دي يشتغل به جهاز كلها غلط فسحبت ملزمة الواتر باث نزلت لكم ملزمة الواكس باث بينما أصحح الأخطاء اللي بالواتر باث أو نطيكم الملزمة الغلاط كما هي ننتظر نشوف القرار فاليوم جهازنا اسمه الواكس باث جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي أجهزة العلاج الطبيعي مجموعة متنوعة من الأجهزة تقريبا تقريبا مبدأ عملها على جسم الإنسان ثابت وظيفتها عفوا ثابتة مبدأ عملها مختلف كل واحدة تشتغل بشكل واحدة بالحرارة واحدة بالآي آر واحدة إلى آخره بس وظيفتها ثابتة وظيفتها أن تسوي ريهابيليشن للجسم الإنسان ريهابيليشن يعادة تأهيد أو يعني مثلا شايفين عندنا الإصابات الجسدية اللي هي تصير مثلا تقلص بالعضلات التشنج إصابات بالمفاصل إلى آخره هاي الإصابات ذني نعالجها بطريقة وحدة وهذه الطريقة لها عدة أجهزة اللي هي أجهزة العلاج الطبيعي أبسط شكل من أشكال العلاج الطبيعي متوفر ببيوتنا أي واحد بكم من يتشنج ظاهره إيده رجله شاستعمل بالبيت شاستعملون أي تدليك تدليك بعد غسل بالماء الحار غسل بالماء الحار بعد يعني دكتور وموحار يعني شوية دافي يعني يرخ العصب صحيح بعد مكفت شي عندنا بالبيوت أغلبها يعني نستعمله لمن عندنا عضلة تشنج لمن يلزمنا دمار إلى آخره أستاذ نلف في المنطقة نعم نلف في المنطقة بانديد أو فيه قوي نلف في المنطقة صحيح أكب واحد فتشي متوفر بكل بيوتنا نستخدمها بالعلاج الطبيعي دكتور مرهم المرهم بالتأكيد هو المرهم أهمينا مبدع عمله نفس الفكرة بس تشيس الماء الحار كم واحد ببيتها تشيس ماء حار؟ انت قلت أعتقد سمعتك قلت نغسل المنطقة بالماء الدافي مو؟ اي ماء الدافي أو الكمامات الحارة اي تشيس الماء الحار أكو واحد ما عنده ببيتها تشيس ماء حار بأبسط شكل إله هذا اللي نفور لماي ونخلي بالتشيس ونخلي على المنطقة المصابة تشيس الماء الحار الفكرة تشيس الماء الحار او عندنا طريقة ثانية شانا يستعملوها اهل قبل للمفاصل اللي تنخلع عندك مثلا رجلك اللوت او في شي سموها لبخة لبخة حارة هي عجينة يخلوها على النار ويلفوها على المنطقة المصابة كل الفكرة منذني انه احنا نخلي الجسم يعالج نفسه بطريقة اسرع الحرارة ش تسوي للشعيرات الدموية احد يعرف تأثير الحرارة يزيد تدفق الدم عش تدفق الدم الحرارة توسع الاوعية الدموية وتزيد تدفق الدم من يزداد عندنا تدفق الدم يزداد عندنا اعطاء الغذاء وصحب الفضلات ويزداد عندنا سرعة معالجة الجسم لنفسه الجسم هو يعالج نفسه بعد فترة سواء كانت عندك اصابة سواء كانت عندك اراث كسر الى اخر هي الجسم رح يعالج نفسه بس احنا شنسوي نسرع من هاي العملية عبر تسخين المنطقة المصابة من انسخنها تتوسع الاوعية الدموية يزداد تدفق الدم الدم رح ينقل الغذاء للمنطقة المصابة حتى تتعالج ويسحب الفضلات اللي هي غالبا نصير بالتشنج من العضل عندك تشنج زيارة حموض اللاكتيك بيها حموض اللبنيك الحموض هذا يسبب تشنجات وتقلصات الجسم يقدر يسحب هذا الحموض بعد فترة بس هاي الفترة طول فاحنا نزيد تدفق الدم الى عالم ويسحب الحوامض والفضلات باسرع وقت فاحنا كل الفكرة بكل اجهزة العلاج الطبيعي نحنا بس نسخن المادة للجزء المصاب حتى نزيد تدفق الدم ونسوي العملية طرح الغذاء وسحب الفضلات فعندنا تشيس الماء الحار بالبيوت اول طريقة عندنا الطريقة الثانية اللي هي اللبخة اللبخة فكرتها مثل فكرة الجهاز اللي اليوم رح نشرح عنه العجين العجين اللي يسووها عن نار يعني اللي ما يعرفوا اللبخة او ما شايفها اهل قبل يسوون عجينة يحطوها على طاوع النار تحمل عجينة يلفوها على رجل المصاب او على المنطقة المصابة هاي العجينة بها حرارة ساعتها الحرارة عالية فتحتفظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة وبالتالي تنقل هاي الحرارة الجلدك ومن جلدك الجسمك ومن جسمك تبدي يبدي توسع الاوعدة دموية والاخر فجهازنا اللي هو جهاز الواكس باث اليوم بنفس الفكرة جهاز الواكس باث مبدع عمله طريقة عمله تقريبا نفس الشمع اللي يستخدمون الحلاقين شايفيه شباب الشمع من تشيل وجهك وغيرها تحط مادة شمعية جدرية تسخن بالهيتر على الكهرباء الشمع يذوب يحطون الشمع على الوجه ويسوون الحلاقين ملاعبهم بس احنا اليوم بنستخدم شمع معين اسمه البارافين شمع البارافين شمع البارافين الى خصائص معينة رح نذكرها الجهاز هذا كعلاج طبيعي متوفر حتى للاستخدام المنزلي هو آمن للاستخدام متوفر منزليا ويتوفر بالردهات العلاج الطبيعي بالمستشفيات فاذا نجي اليوم نشرح عنا واكسباث إنه ميديكال إنسرومنت يستخدم لسرع دية كميديا من تشويات حلوة هو واحدة التي تستخدم في تهرباء الطبيعية يستخدم إلى آخره and include the joint of body من هاي الحجي هادى الكلاوات through الى اخرى الفكرة وين؟ الجهاز هادى اكو كانت من عنده نوعين نوع يصير حوض ببطن حوض الحوض الاول حوض مائي الحوض الثاني حوض شمعي الفكرة وين انه هدى الحوض احنا نريد نستخدم الشمع بالاخير ما نريد نستخدم الماء بس الفكرة وين انه احنا نحط حوض مائي وبعدين نحط حوض شمعي بداخله ونحمي الشمع اكو احد يقدر يقول لي هالشي هادى وين؟ وين نستخدمه حتى بالبيوت ما حد شايف هاي الطريقة قبل؟ دكتور عيد السؤال جهاز الوكص باث جهاز الوكص باث اكو من عنده نوعية صار حوضين حوض ببطن حوض الحوض الاول حوض مائي يسخن حوض المائي اكو ببطن الحوض المائي حوض شمعي الحوض المائي احنا known heater يسخن الحوض المائي والحوض المائي يسخنiasm الحوض الشمعي من يعرف ليجنا نستخدم هاي الطريقة بالتسخين ومن شايف هاي الطريقة بالبيوت دكتور هي علموا تحمل عجينة لا حسنا انسى العجينة احنا دي نحكي على الشمع على الجهاز الشمع هو حتى يحمل الشمع بواسطة الماء زين خوب نحميه بالهيتر مباشرة هذا هو حمام بخار دائما نستخدمه يعني اللي نسوي كيك وما هو الشوكولت وهاي الأشياء حتى يعني يحمى تدريجيا يعني مو جزء يحمى وجزء صحيح جزء يدوب وجزء لا صحيح وين نستخدمه بالبيوت اي وهو نسوي مثلا شوكولت لها دنيا حبات كيكرا دنيا الأشياء اللي ما هو همدي صح الشوكولت تقريبا قوامها نفس قوام البرافين الشوكولت إذا تريد تحميها مباشرة على كاسة معينة عن نار أول طبقة منامسة للحديد رح تذوب بالحرارة العالية وبعدها رح تعمل كعازل للشوكولت الباقي فشي صار عندنا الشوكولت اللي ذابت رح تبدأ تغلي وتفور وممكن تحترق وبعد الشوكولت الباقي مذابت صارت إنها طبقة عازلة الشوكولت الباقي صار طافي يطفو فوق الشوكولت المذاب وبعد ما رح يذوب يتأخر عملية الذوبان ورح يحترق الشوكولت على الميذوب فيسوله حمام مائي الحمام المائي نستخدمه حتى بالقسم الداخلي ماك واحد بكم قسم داخلي؟ بالقسم الداخلي نعرف إنه من الريد نحمي مرقة جامدة وكثيفة مثل مرقة فاصول يا مرقة بوامية ما نقدر نحميها بالطريقة المباشرة إذا ما نريدها تحترق طبعا وإذا نريدها بسرعة تحمي نخليها بحمام مائي جدر صغير بطن جدر بيه مي وهذا جدر المي يخلي توزيع الحرارة على كل أنحاء الجدر فيخلينا المادة الذوب بطريقة سليسة أكثر تمنع لنا الاحتراق وتذوب كلها بنفس الوقت اسمي شنو؟ 34066 زينة مقدات نعم زينة مقدات زينة عفوا أنا أنسى على الأسماء والمشكلة الثانية هي بالأرقام أكو بعض الأقسام حولت على الأسماء أنتو شعجب بعدكم لحد الآن ما محاولين على الأسماء نبلغونا هنا دائما يتلبون من الأدنى نبقى على الأرقام فنرجع يقول هو جهاز طبي يستخدم الماء كوسط ناقل للحرارة نستخدمه بالعلاج الطبيعي الفيزيائي لعلاج المفاصل يستخدم مبدأ الحرارة الكامنة اللي بالشمع اللي هو نوع خاص من الشمع اسمه البرافين لأنه هذا الشمع يكسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء أجزاء الجهاز أجزاء الميكانيكية وأجزاء الكهربائية تقريبا نفس أجزاء أي جهاز يشتغل بالهيتر القشرة الخارجية الفيبرغلاس اللي قلنا عازل القشرة الداخلية الحجرة الحجرة اللي هي حجرة الشمع حجرة الماء الرفوف والتصريف إذا نشرح الجهاز القديم الجهاز القديم مكعب جواهيتر مكعب من الستينلس ستيل جواهيتر يغلفهم فيبرغلاس عازل ويغلفهم مكعب ثاني حديد صار النت جهاز بداخل هذا المكعب الستيل نحط مي وراها نحط حجرة أو تشمبر أو مكعب ثاني بداخلهن بالواكس رح يسخن الهيتر رح يحمل مي المي رح يسخنن الواكس وعلى آخره هذا كل جهاز الجهاز مدام عندنا هيتر معناتها عندنا ثرموستات ومدام عندنا هيتر معناتها عندنا ثرموميتر حتى نقيس الحرارة الثرموستات حتى نتحكم بالحرارة أون أوفي سويج ضوايين ما الاندكيتر وانتهى الموضوع هذا كالجهاز الأجهزة الحديثة ما رح تلقم بها هالشي هذا الأجهزة الحديثة إذا نجي هسا نشوفها تقريبا والرفوف نسيت أقول لكم عنيها الرفوف هذا الجهاز إذا واضح تكم واضح طلاب الجهاز هذا الجهاز هو جهاز الواكسباث الحديث واضح دكتور واضح هاي تشوفون الحجرة الداخلية اللي نخلي بيها الشمع ورها نخلي الرف اللي الميش يسموه ورها نخلي الشمع ورها نخلي الإيد اللي اللي ريد نعالجها بالشمع وحتى تكتسب شمع وحرارة وتتعالج طبيعيا الأساليب الحديثة هي أنه الشمع شبه سائل شمع معين شبه سائل مو مثل الشمع القديم اللي هو صلب الشمع اللي شبه سائل ما نحتاج لحمام مائي لأنه هو أصلا ذايب فمجرد أن نحطه بوسط يسخن هذا الشي واضحة الفكرة طلاب الفكرة واضحة حس إذا نشوف هذا الجهاز عندنا شاشة معناتها ثرموميتر on off switch دقمتين up and down معناتها عندنا ثرموستات هذا اللون الأزرق أو البنفسجي هو الجل اللي شبه سائل هذا اللي لازم بالإيد هذا الميش الرف نحط الميش بوسط هذا الجهاز ونحط الواكس السائل وراها نخلي الطرف المصاب اللي نريد أن نعالجه بداخل الشمع ونطلع إدينا من الشمع رح يتصلى بالشمع على إيدينا وهو بحرارة فتنتقل الحرارة جلتنا الفكرة أنه حرارة لطيفة مو مو حرارة عالية مثل ما يصير بشيس الماي الحار جيس الماي الحار يفقد حرارة أسرع الواكس يفقد حرارة ببطء فيسمحنا بتوفر الحرارة على هذا الجزء لأطول فترة ممكن بعدها إنشلع الشمع مثل أي شمع ثاني عن الإيد الالتساق ماته مو قوي مثل الشمع اللي يستخدموا الحلاقين فهو ما يشي الشعار هو بس مجرد مثل الماسك اللي يحطوه للوجه ينشلع بسهولة نقدر نخلي من عندها طبقات إنه مجرد ما أنتنشف الطبقة الأولى الرد نغطس الجزء المصاب وتتكون طبقة ثانية والرد نغطس الجزء المصاب وطبقة ثالثة لحد ما صر طبقة ثخينة على الإيد تتشمع الإيد بصورة كافية والحرارة تصار عدنا بشكل كافي دكتور إحنا إذا غير الإيد مصابة عادي العكس القدم هو غالبا الأجزاء الظاهرية اللي قابلة للحركة المفاصل القابلة للحركة الإيد ومفصلها العكس ومفصلها القدم ومفصلها الركب ومفصلها بزن يعني تتوقع إلا ندخل الجزء المصاب بالجهاز أكيد أكو بعض أكو بعض هلأ يشيل يعني بفتشي خشبي ويحط على الإيد مثلا إحنا هذا الجزء المصاب يشيل ويخلي يشيل ويخلي لحد ما يبني طبقة من الواكس على الإيد رابع دكتور يعني بالضبط شايف هالخشبة اللي يشيلون بها الشمع يخلوا على الوجه نعم نعم نفس الفكرة يشيل ويخلي على الإيد نلجي نشرح الأجزاء الميكانيكية الغلاف الخارجي أو The Code مصنوع أما من الألمنيوم أو الستيلس ستيل للأسباب المذكورة دائما مقاوم للصدمات مقاوم للأكسدة شكله مكعب على ما ينحطه بسهولة بأي مكان متكون من عدة طبقات من ضمنها المادة العازلة شنية المادة العازلة شاند نكتور ستلستيل أحمد يقول ستلستيل شنية المادة العازلة اللي شن نستخدمها الفايبرغلاس الفايبرغلاس يا زينة صحيح الفايبرغلاس هو المادة العازلة اللي نستخدمها مني يذكر شون شاني يعمل الفايبرغلاس بالعزل أكو طلاب 314-034 314-034 314-034 تلاتة واحد اربعة نمت لو بعدك 314-034 تلاتة واحد اربعة سفر اربعة نمت لو بعدك نعم دكتور صح النوم شنو اسمك حسين 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 شنو دلسل سوال الفايبر غلاس شن ديشتغل كعازل شنو مبدع عمله كعازل دكتور ما اعرف اشكرك شكرا حسين شنو تحاضر المحاضرات السابقة اي دكتور شنو تحاضر بس يعني مو على فالبع حسين اخاف دا تحب لا 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 احسين هاي رابع محاضرة ويمكن مثلا ثالث محاضرة بها الفايبر غلاس احسين رجاء انركز مو على مودي يعني انا ما رح استفاد شي اذا ركزت على مودك لانه المحاضرات شوية مزعجة بدون ما ان تفهم الشرح غالبا اغلبكم يعني ما اقدر اجزم بس شوية ضعيفين بالانجليزي ان شاء الله تتحسنون فاحسين رح تواجه مشكلة من تقرأ الملزمة ببحدك يعني اركز رجاءك لا فهمست امجد امجد سالم نعم نعم فايبر كلاس يخفض استهلاك الطاقة جيد شون هو عن طريق او الاجزة الكهربائية فشون ما ابدأ عمله مع عرضك امجد انت قلت حجاية صحيحة هو يخفو استهلاك الطاقة وهالحجاية ذكرها من ملزمة الاو مش شرحناها عشدي لك امجد بس سؤالنا كان عن انه شلون دعي يعزل خلي نسأل غيرك امجد نفس الكلام اللي قلته لحسين والطلاب الباقين ايضا 314045 314045 الطالبة رقم 314045 اعتقد ان احذفها من المحاضرة لانه يمكن بس مسجلة دخول وما تدرب الجهاز 314045 اخر مرة اسألت قبل لا اطلعك من الميتينج ما موجودة بس العلم اللي يطلع من المحاضرة اللي يطلع من المحاضرة بعد ما يقدر يرجع لها شكرا 314088 314088 314088 الطالب 314088 ايه المشكلة بدون اسمها انصحنا الاسمها وخلصنا من الموضوع دكتور تقدر تقول بس الرقم الاخير اسهل هم محاضين احنا محاضين احنا محاضين اعني اشكرك اشكرك صحيح 088 088 موجود بيانا لو لا ايضا موجود خلينا نطلع من المحاضرة 088 رح تطلع من المحاضرة موجود لو لا موجود شكرا فيما الله العموم طلعنا كم طالب حاليا واكو كم طالب رافعين يديهم خلنا اخذ من عندهم الجواب 314072 اي 072 اي نعم دكتور اي هو مو يتكون من الفجوات في الفيبركلاس فيمر عبر الفجوات عبر عدة الفجوات فيتكون الهواء مثل العازل نعم شنو اسميش؟ السبيكرا يمي مو واضحة راح اقرأ اسمك من السمات حسام فرحان اشكر ايش كلامش صحيح الفيبركلاس هو بيه جيوب هوائية الهواء الهواء يعمل كعازل حراري جيد ويبطأ انتقال الحرارة وبالتالي الاختلاف الكثافة ما بين الفيبركلاس وما بين الهواء راح يبطأ لنا انتقال الحرارة وهذا الشي يعمل لنا كعازل حراري شكرا نرجع الفيبركلاس شرحنا انه بيه نوعين البني والاصفر وقلنا هذا الشي خطأ هو واحد اسمه صوف صخري واحد اسمه صوف زجاجي الصوف الزجاجي اللون الاصفر الصوف الصخري اللونه بني اللي هو رخيص بس خطر الاخري ها المعلومات كلها ما اختيها سابقا النقطة الثالثة الواكس كونتينر الواكس كونتينر اللي هي حاوية الشمع هي هاي الحاوية اللي راح نحط بيها الشمع سابقا كان الشمع قلنا لكم صلب طلاب هذا شكله برافين واكس واكس صلب نخلي جهاز الواكس باث تقريبا هذا ونذوبه ونستعمله بالعلاج الطبيعي هذا البرافين اكو من عنده الحديث لكود اكو من عنده لكود ونرجع المحاضره هو هذا الواكس كونتينر حاوية الواكس هي اللي راح تحتوينا الواكس مصنوعة من الستينلس ستيل محمولة نقدر نشيلها نرجعها نخسلها الى اخره الحجرة الحجرة هي مصنوعة بالكامل ايضا من الستينلس ستيل شكلها مكعب ايضا مصنوعة من الستينلس ستيل لنفس الاسباب نحط بيها مي هذا المي اللي قلنا حنسوي حمام مائي حتى نذوب الشمع المي لازم يكون مي مقطر على مدلاء بأملاح ويسبب انه تآكل بالمواد هذا اللي يبطينا الشمع بحرارة ثابتة تقريبا حرارة ثابتة الرفوف عفو دكتور ليش مصنوع الستينلس ستيل احمد الستينلس ستيل شنو خصاصة دكتور نادر بيه مادة غير قابلة تأكسد صحيح اذا نفس الفكرة احنا دا نصنع من الستينلس ستيل حتى لا يتأكسد لان احنا همين عندنا حرارة عندنا مي عندنا اكسوجين عندنا رطوبة هاي العوامل كلها عوامل مؤكسدة فاحنا نخلي مادة ما تتأكسد بسهولة قوية مقاومة للصدمات قابلة للتشكيل رقيص نوعا ما لستينلس ستيل ومتوفر بكل مكان فليهذا احنا نستخدم لستينلس ستيل بالمواد اللي بيها حرارة مي اكسوجين الى اخرين نفس الاجهزة السابقة دكتور نفس الاجهزة السابقة عاشت دك حمد الرفوف او الميش الصراحة اهنان هاي المعلومة نصف صح نصف خطأ اهنان هاي الخطأ اللي وقعت بيه الملزمة او اللي ايش رحم بعض الاحيان بعض الاجهزة حتى اكون منعدها جدر الضغط المنزلي القديم تلقون بيه مثل الصينية مثقبة تنحط بنص الجدر الفكرة وين منو اسرع وسط ناقل الحرارة ايه احمد رفعيدك اسرع وسط ناقل الحرارة شنو الحديد لون نحاس اه شديدك المعادن المعادن الصليبة هي اسرع وسط ناقل الحرارة فمن عندنا طبقة من الحديد ملامسة للهيتر دا تحمى بعدها طبقة مائية ما بين الحديد والماء الكثافة رح تختلف ما بين الحديد والماء سرعة انتقال الحرارة رح تختلف فاكو اجهزة مثل قلت لكم جدر الضغط المنزلي يحطون صينية بيها مساند مساند الطخ بالقاعدة السفلة وهي تكون عالية بحيث شي يصير عندنا المساند هاي رح توصل حرارة اسرع من الماء رح تسخن الصينية الصينية رح تكون كوسط ناقل الحرارة ثاني كأنما هيتر اضافي حاطينه بنص الجدر يوصل الحرارة بشكل اسرع فيقوم يسخن من الفوق ويسخن من جوه يسخن عندنا الماء بشكل اسرع نحنا لهذا الشي ما موجود بالواكس باث ما نحتاجه بالواكس باث الميش اللي هستخدام اخر مثل ما رح نشوفه بهذا هاي الصورة احنا الميش ميش كله جدا تشوفوها هاي الميش هاي مثل الصينية امثقبة دكتور بلاستيك بلاستيك عاشت ايدك فهي هنانا فكرتها بصف الهيتر وصيرها حارة نار لا ايدك بس رح تغطس بالشمع رح تلامس البلاستيك البلاستيك موصل سيء للحرارة ما رح تحترق ايدك يعني بروتكشن وسيلة ما لبروتكشن حتى ايدك لتلامس الجزء الاسفل من الجهاز فهذا هدف الميش حقيقة بالواكس باث هنانا هذا الميش هي طبعا يعني الميش لها استخدامات متعددة هذا استخدام وكو الميش الستيليس استيل لا اتوصل حرارة اكثر فهم هنانا شوي ذاكرين استخدام خاطئ لها النقطة السادسة لدرين درين هو يعني لدرين ما صورة تفتحها حتى تفرغ مي معين هو صمام ما المي نفرغ المي من الحجرة على موضة الصيانة نفرغ المي نرجع نضيف مي ثاني المي يتوسخ الى اخره او مجرد ان نشيل الجهاز وتقبل مي براحتك بالاجهزة اللي ما بيها درين هسا الاجزاء الكهربائية وصلت فكرة الميش الميش وصلت بس اعتمد على الملوة وعلى اللي حرارتي بجلتة يعني نقرأ سؤال مهم وبمحلة يعني رح احاول ما رح اجيب الميش هذي بس الموم انتم فتهمتوها الموم انتم فتهمتوها نرجع لل اجهزة او الاجزاء الكهربائية الاجزاء الكهربائية power supply في حالة عندنا شاشات واجزاء الالكترونية نحتاج لها power supply الهيتر اهم جزء بالجهاز ثرموستات انضمننا الحرارة واخذنا بالاوفن واخذنا بالاوتوكليف ثرموميتر ايضا شرحناه مقياس حرارة اخذناه بالاوفن والاوتوكليف تايمر اخذناه بالاوفن والاوتوكليف فيوزات انا متفصل ان الكهرباء في حالة تكون مشكلة لوحة التحكم هاي اللي شفناها الدقام اللي تصعد وتنزل بالحرارة تقريبا نفس الشرح power supply لنفس الاسباب الهيتر جزء التسخين اللي يصعد ان الحرارة بوسطة مرور تايار كهربائي من خلاله اجزاء مكونات وكلها انشرحت بالتفصيل الثرموستات خلينا نشوف منهم ركزوا يانا الثرموستات شنو كانت وظيفته مني ذكر وظيفة الثرموستات شنو عازل الحرارة الثرموستات حساسة الحرارة حساسة الحرارة اشترك 003 قلت عازل الحرارة شنو اسمك؟ 003 أحمد جاسم Ahmoud الثرموستات مو هو العازل الحرارة العازل الحرارة آP الثرموستات وهو العازل الحرارة الثرموستات مثل ما يقول امجد حساس حرارة الثرموستات مثل ما يقول امجد حساس حرارة صفر ثمانية تسعة صفر ثمانية تسعة طالبة صفر ثمانية تسعة ويانا بالمحاضرة صفر ثمانية تسعة صفر ثمانية تسعة السؤال كان شنو وظيفة الثرموستات صفر ثمانية تسعة ينظم الحرارة شكرا شنو اسمش صفر ثمانية تسعة اسمش اسمش علاء ضرغام شكرا شكرا هذا هو الآل اللي أتحكم بها في فصل وإعادة الحرارة يعني يعني شون السويتش هو صحيح هو السويتش يطفي اون اوف لليهيتر من خلال الحرارة هو الثرموستات بصورة عامة جهاز يتحسس الحرارة ويأدي وظيفة معينة بناء على درجة الحرارة اللي وصل لها بناء على درجة الحرارة اللي وصلت أكو طالب رافعيدك عفوان دكتور أي دكتور ينظم درجة يحافظ على درجة الحرارة يحافظ على درجة الحرارة ممكن يعني نقدر نقول هالشي هذا ممكن صفر تسعة أربعة شو طالب رافعيدك عفوان دكتور هو الجهاز يستخدم الحفاظ على درجة الحرارة أي مضبوط الأجسامة والسوائل أو المكان اللي الريد يعني يتحكم درجة حرارته أوكي نتحكم صحيح يعني جزء كبير من كلامك صحيح بس الأدق كانت أنه هو جهاز يتحسس الحرارة ويأدي وظيفة معينة مثل ما قالت غدير هو يطفي ويشغل بال بالهيتر حتى نتحكم أو بالجهاز يشتغلك سويتش ON-OFF صح هالجزء من وظافة بعض الأحيان مو شرط يطفي ويشغل بالهيتر بعض الأحيان يجوز يقلل يقلل من أداء الكمبريسور مثل ما الأجهزة الحديثة اللي هي سيبلت الانفيرتر الكمبريسور ما يلطفه من توصل حرارة معينة الثرموستات يقلل لنا أداء الكمبريسور بس ما يطفيه بشكل كامل فهو يأدي وظيفة معينة مقابل تحسس للحرارة هذا هو الثرموستات طالب رفعيده وملح قتاليه فهذا الثرموستات شرحنا إشكاله أنواعه شون متكون شون يشتغل في بعض الأحيان الثرموميتر الثرموميتر من تقرون كلمة ميتر يعني مقياس ثرمو حرارة فهو أحس مقياس حرارة أو temperature indicator في بعض الأحيان يسموه جهاز يتحسس لنا الحرارة ويسوي يعرض لنا لأنه لا يصل لدرجة الحرارة الحالي timer مؤقت ما التشغيل نفس الموجود بالوفن بالموتوكلايف يتحكم لنا بالوقت اللي ينشغل بالجهاز fuse جهاز حماية أو حماية من التعارات العالية لوحة التحكم اللي هي هذي عفوا أعتقد شاءت المواضح يومكم لوحة التحكم هذي هاي الدقام الـ on office switch وال up down وهاي لوحة التحكم إذا نرجع للمحاضرة هتشين على الثرموستات هتشين على الثرموميتر timer fuels control panel الاخري هسا نجي على الأسباب اللي نستخدم بيها الـ paraffin اللي نستخدم شمع الـ paraffin الـ paraffin درجة حرارة التبخر ماتة جدا عالية يعني ما يتبخر مية مثل ما المية لا يتبخر بدرجة كلش عالية نشوف paraffin wax boiling point يعني نجي هنا طبعا google يعني هو المرجع الأول بكل شي paraffin wax boiling point نقطة غليان الـ paraffin بـ 370 درجة 370 درجة فإحنا نستخدم ها لأنه ما يغلي يعني مثل المية بالمية ويتبخر وينتهي لا يغلي بدرجة 370 اللي إحنا ما رح ننصل لها فما رح يتبخر ما رح يخلص ما رح يقل النقطة الثانية المهمة الـ wax موصل سيء للكهرباء فإحنا عدنا هنا أجزاء كهربائية يعني إذا نرجع لهذا عدنا أجزاء كهربائية عدنا هيتر إلى آخر بس من نحط الـ wax إحنا آمنين أنه الـ wax ما رح يوصل الكهرباء لأيدي أنا ما رح ننتل فهو موصل سيء للكهرباء النقطة الثالثة المهمة بالعلاج الطبيعي الـ wax ويحافظ على الحرارة لأطول فترة ممكنة 20 إلى 30 دقيقة طبقة الـ wax اللي نحط على الجسم الإنسان الضل 20 إلى 30 دقيقة بنفس درجة حرارة تقريبا طريقة العلاج أو مبدأ العلاج أو إلى آخر نانا أول فقرة يقول لك remove watch and drinks in the treatment area ليش من نريد نعالج الإيد مثلا لازم نخلع الحلقة أو الساعة من أيدينا نقول بله الساعة جزء تتأثر بس ليش نخلع الحلقة أي دكتور لأنه الحلقة يعني معدن وموصل للحرارة فبالتالي الحرارة اللي بالواكس حتوصل يعني حننشو بيها صحيح شكرا شكرا غدير الإحشاية جدا صحيحة الحلقة أو أي شي معدني موصل أسرع للحرارة يوصل حرارة بشكل أسرع فالواكس بدل ما كان يطيك حرارة بشكل بطيء إيدك وإيدك ما تحترق لا حيطي حرارة كلش عالية للحلقة أو الساعة وبالتالي هاي رح تصير منطقة حرق رح تحرقك رح تصير بها حرارة عالية وتحرق الإيد فلازم تخلع أي شي معدني من منطقة العلاج إذا الحلقة بيها مشكلة ومدت النزيع هنا يقول لك يغطيها بطبقات من الشاش الطبيل جوز وبعدين نحط عليها تيب حتى لا توصلها حرارة نقطة الثانية احمي هدوم البيشنت من البرافين واكس احمي هدوم البيشنت يعني لا تخلي الشمع يظل يصير على هدوم المريض لأنه بعدين رح يسبب لها حساسية وحك بالجلد نقطة الثالثة اشرح أنه للمريض أنه الواكس حار رح تحس به حار بس اتأكد أنه ما رح يحرقك شايفين الولد أو غير البنات الواكس ما للوجه يعني ما مستخدم هذا هو حار بس ما يحرق ما شفت حد احترق بس الواكس هذا يعني الشايفة حار تحس حار أول ما تخلي على يدك تحس بالحرارة بس ما رح تحترق مني إن شاء من يدك ما تحترق نعم نقطة ثانية إذا ممكن النقطة الثانية احمي 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 المريض لا يصر عليها واكس يعني يوخر هدومه لا تخلي الواكس يصر على الهدوم لأنه بعدها رح يسبب حساسية وحكة إحنا بالعلاج نحط الواكس لمدة 20 إلى 30 دقيقة ونشيل وانتهى الموضوع بس إذا صار الشمع على الهدوم هاي الهدوم رح يظل لابسها البيشينت لمدة 8 ساعات ممكن الشمع رح يظل ملاسق الجسم الإنسان لمدة 8 ساعات ورح يسبب إنه حكة وهو حساسية هاي النقطة الثانية واضحة واضحة النقطة الرابعة يقول لك أفحص المنطقة اللي تريد تعالجها أولا لازم الجلد يكون نظيف على موضلين نقول لنا تلوث للسائل لأن مثلا إذا البيشينت مثلا إيده بيهدهن إيده بيهد شمعين وصخ معين رح يقول هذا التلوث للسائل للواكس وهذا الواكس إحنا نستخدم أكثر من بيشينت مو بيشينت واحد فراح يصير التلوث بالواكس حتى هذا أي زيوت أي وصخ أي شي على إيد البيشينت رح تعمل لأنك طبقة عازلة وما رح توصل للحرارة بشكل كان يقول لك إذا إيده مو نظيف أو الجزء المصاب مو نظيف لازم يغسل بالماء والصابون الجسم لازم الجلد لازم يكون جاف وخالي من أي شي لأنه رح يسبب إنا حرق الجلد لازم يكون ما بي جروح ما بي شخوط ما بي تهيج ما بي جروح مفتوحة تخدوش أي شي خدش تهيج إلى آخر لازم يتغط بالشاش كواعد رفع عيدة وكتب سؤال نعم دكتور أي دكتور إذا كان الجلد بنوع الحساسية أي أكو مشكلة محسب إذا الحساسية بنقطة معينة مثلا ساني عندي حساسية أكزمة بنقطة معينة محددة ما من تشرب كل الجلد هاي تتغط بشاش وبعدها يحطون الواكس بس لا إذا هو كل عنده أكزمة كل جلد بحيتي تحسس من البرافين ما حد رح يستخدم لبرافين أكو غير طرق للعلاج شون يعالج غير طرق دكتور استنشاق همي أثر على جهاز التنفسي هو ما رح يتبخر فما رح يستنشق هو يتبخر من 370 ما رح يستنشق اللي أنت لتشتم من البرافين هو العطر أو زيوت الطيارة أحمد قلت شون يعالجون أكو بعض أجهزة إن شاء الله رح نأخذها الجهاز الثاني بالإشعاء بالحرارة بالإي آر بالمايكرو ويف إلى آخره أكو وقت رقمنا العلاج الطبيعي تشيز ماي حار أسأل واحد زين النقطة دي يقول لك تشيك إذا الجلد يتحسس أو لا استخدم الواكس بحذر بالعادة يعني مفروض إنه إذا يريدون يشوفون أكو الإنسان يتحسس من الواكس أو لا يحطون طبقة واكس خفيفة على نقطة معينة من الجلد نقطة غير ظاهرية يحطوها هنا مثلا ويشوفون بعد ربع ساعة خل ما تحسست أو لا إذا ما تحسست يعالجون الجزء المصاب إذا لا والله تحسست يقول لك حول على غير جهاز بس تأكد أنه حرارة الجهاز ما تعبر الـ 54 درجة أكثر من هالشي رح يصد بعدنا حروق عند المريض وراح تكون مو علاج رح يكون أذية لازم الحرارة تكون بعقل أي مواضح عفوا آسف أشكرك لأنه كان مو كنا نعرض الصورة مو نعرض صورة صورة 6 شكرا هنا نرجع كنا نشرح عن النقطة الرابعة افحص الجزء المراد علاجة أولا لازم يكون نظيف من أي ملوثات بحيث يخس الإيد بالماء والصابون النقطة الثانية لازم يكون جاف الجلد جاف نقطة C لازم الجلد ما بي أي خدوش أو أي تحسس أو جروح نقطة D لازم نشيك أنه ما عنده حساسية النقطة E أنه حرارة الواكس لازم متعبر الـ 54.4 طبعا لأنه سبب نحرق الأدفانتج ما الواكس باث الفوائد ما الواكس باث أولا Fast Acting Drug Free Heat Therapy إحنا الإنسان مدى يبلع دوة حتى نعالجه هو طبعا يخفف ألم ويزيد سرعة العلاج الذاتي ف إحنا بهالحالة مدى نطي دوة فهو Drug Free Drug Free يعني بدون أدوية Drug Free Therapy هو علاج بالحرارة بدون أدوية فهو جدا آمن من هالناحية وسريع يعني يعمل بشكل سريع يعني بعد الجلسة مولد نصف ساعة الإنسان رح يحس كلش أنه السلام عليكم طلاب آسف انقطع النت الأفضل أنه نطلع من سوري جوين من جديد لو الكل دي سمعون ماكو مشكلة تمام أستاذ نسمع التسجيل بعد شغال البرزنتيشن واضح لكم البرزنتيشن من البرزنتيشن إنه قلنا أول شي إنه دراج فري هيت ثرابي إنه هو علاج بس بدون استخدام الأدوية علاج بالحرارة بدون استخدام الأدوية سريع فعاليته سريعة مثبت فعاليته إنه يخفف الألم الجسم الإنسان والتشنجات والتصلبات مثبت فعاليته أعتقد الكوه طلاب طلعوا من المحاطرة حقهم يعني النقطة الثالثة إنه فعال على المفاصل والأربطة والتقلص العضلات والتهاب المفاصل وإلى آخره الرابعة آمن وسهل الاستخدام هاي من ناحية المحاسن مات المساوئ مات طبعا وحدة من المحاسن اللي ممذكورة هنا إنه نقطة الذوبان مات من خفضة بس نقطة غليانة عالية جدا فهذا الشي خلينا إنه نقدر نتحكم بحرارة بدون ما يتبخر ونقدر نستخدم بشكل السائل بحرارة واضية هاي النقطة ممذكورة المساوئة مساوئة استخدام الواكس باث سيدمينتيشن أكرز ترسبات تصير بأسفل الحوض إحنا إذا نرجع للشكل هذا لشكل الواكس باث إذا تشوفون هذا حوض والواكس دائما يكون به حتى الواكس نفسا اللي يستخدموا الحلاقين وغيرها تصير بي ترسبات بعد فترة من الأوساخ وغيرها بأسفل الجهاز حتى نتخلص من هذه التوسخات إحنا لازم نذب الواكس كله بالنفايات ونحط واكس جديد فهاي واحدة من المساوئ فهو يقول لك الواكس باث لازم ينظف مرتين بالسنة النقطة الثانية من المساوئ إنه هو يتوسخ بالتراب أثناء ما يبدي يذوب رح يبدي يجمع عثراب ورح يبدي يتوسخ خاصة إذا إحنا ما سدينا الكفر ما لتهو بليد كفر أسرح نشوف الجهاز من الأجهزة هذا الواكس باث الموجود حاليا بالمختبر عندنا بقبغ بثيرموستات بإنديكيترات هذا القبغ إذا ما سدي بالتأكيد رح تتجمع عندك أو ساخ وأتربة وإلى آخره هاي أشكال متعددة من الواكس باث واضحة لحدكم أو لا هاي الأحجام واضحة جيد حسب الجزء المصاب الجزء اللي يريد أنعالجه إيد قدم عكس إلى آخره خلنا نشوف بل كيتأكو هنا عكس هاي طريقة تنزع الواكس عن الإيد الشمع تقريبا هو مثل الشمع الشمع الكاندل والشمع اللي تنا نشعلها بالليل هذا شكله لما نيغلف طبقة الإيد شكله الواكس باث أكو هنا هذا ضمن جلسة علاج طبيعي هنا البيشينت والواكس باث إذا تشوفون أغلب ذن الواكس باث هذا طبعا الالبو مفصل العكس والآخر أغلب ذن الاجهزة ما بها حمام ماء لأنه حاليا الاجهزة الحديثة الهيترات مالتها متقدمة يعني هي أوكي نفس الهيترات السابقة بس هيترات واطية أقل تضمننا حرارة أقل والثورموستات أدق فيضمننا أنه يقدر يحافظ على الحرارة بدرجة حرارة معينة وثابتة فما يحتاج بعد حوض مائل الذوبان الواكس لا حاليا مباشر بالضبط مثل الجهاز الحلاق حوض بلاستيك هيتر جوه والشمع بالنص ويذوق ونبدأ نستخدمه وانتهى الموضوع هاي الكونترول بيختلف شكلها من جهاز الآخر بها ثرموميتر انديكيتر مع الحرارة تصعد وتنزل بالحرارة تسيّد الحرارة ON-OFF أو analog انت تتحكم يدويا بنوب تحركه يمين ويسار للحرارة أغلب هند تشوفون بهن غطاء على موض يمنع الأوساخ من تدخل للشمع وإلى آخر هذا شكل الـ Workspot أبسط أشكاله نرجع للمحاضرتنا الأعطال والمشاكل والصيانة الجهاز الجهاز نحن قلنا هندسيا كل ما يتعقد الجهاز اش تزدادو ياه كل ما يتعقد الجهاز شي يصير أكو أحد هنا بعد صاحي كل ما يتعقد الجهاز هندسيا اش تزدادو أحد يعرف الصراحة يعني ذاكرها أكثر من مرة كل ما يتعقد الجهاز كل ما تزداد مشاكله وأعطاله جهاز الـ Workspot هسا اللي شرحناه جهاز يعتبر معقد لو بسيط خلينا نصيح بالأسماء جعفر حسن جعفر حسن جعفر حسن علي جعفر حسن بعدك ويانا لو جعفر موجود صفر تسعة خمسة طلاب صوتي واضح خلي واحد ابن الطلاب يقولي الصوت واضح 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 صفر تسعة خمسة موجود نعم دكتور الجهاز حاليا اسمك شنو علي حسن علي علي جهاز الـ وكسفات حسب شرحنا هسا تشوفه جهاز معقد لو سهل نا جهاز بسيط اذا اذا اشتتوقع شنو اعطاله علي دكتور اعطاله يعني الشاه بسيطة يمكن مثلا الهيتر على شديدك شكرا شكرا علي جواب جدا صحيح شكرا خلي حتى نشوف الباقين اشكرك صفر تسعة اربعة لا دكتور اي علي ذكر ان اعطاله الهيتر انت شو تقول الجهاز معقد لو بسيط وشنو اعطاله اللي تتوقعها لا دكتور بسيط الجهاز الاعطال يعني احتمال تكون بالهيتر بالتنظيم مالته اسمك شنو علي حازم علي شكرا علي عفوا دكتور صفر سبعة خمسة صفر سبعة خمسة طالب صفر سبعة خمسة موجود دكتور صفر سبعة خمسة شنو اسمي شغل ما يقبل يفتح المايك صفر صفر شنو اعطال الثانية اللي تتوقعها بالجهاز عدل اللي ذكروها علي وعلي صفر اي شي يجب بالج يعني ممتحان هو سؤال وما علي درجة طبعا هو بس سؤال صفر صفر اذا ما تحرفين قولي عادي ما عارف ما كو مشكلة اي صفر كتابتش بطيئة جدا والمايك عندش مده يفتح ما كنت حاضرة بلايات المحاضرة شكرا صباح صفر 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 شنو اسم اولا طلاب دي تقلون التشات الطالبات دي جاوبا بالتشات ما دي عارف شنو المشكلة ما يفتح المايك زينب زينب عادل زينب شتتوقعين عطال هاذ الجهاز من واكس باث زينب تقدرين تفتح مايك لان هالمواضر ياخذ وقت كوش طويل يا الله زينب زينب وقت اللي جاء وما تتجع اكثر من الوقت اللي انقطع دي بالنت اعتقد موضوع الحرارة وهي شكرا زينب صفر خمسة واحد صفر خمسة واحد طالب صفر خمسة واحد اوكي خلي نعوف موضوع الطلاب النامين حاليا من يعرف بعد شنو اعطال الجهاز هل يرفع يجي يسوي رايز هاند اي رفع الاسلاك نعم الاسلاك اوكي ممكن الاسلاك غالبا اسلاك الهيتر لانه هي معرضة للحرارة اكثر هي معزولة حراريا بس هي معرضة للحرارة بعد فترة تتيبس وتنقطع شكرا الجهاز كل ما اجزاء قليلة كل ما بسيط اكثر كل ما ما معنقد اعطالها تكون قليلة فهو يقول لك اعطالها قليلة لان اجزاء الكهربائية قليلة وما يحتوي على اجزاء الكترونية هواي الهيتر الثيرموستات الثيرموميتر on-off switch fuse الى اخر التصليح ما لاتين يكونوا بتبديلهن بس لا اكثر الاقل الواير عندك يتيبس مثل ما قالت الطالبة بدل الواير هيتر عطال بدل الهيتر تقريبا ذن نعم control multi يعطي ربما يعطي انه يضرب وفيوز صحيح 085 شنو اسمك 085 عبدالله التعمل ما يكيبك عطلان اشكرك عبدالله نرجع عن الواكس 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 هو تقريب الواكس ومثل ما الواكس تقريب الواكس تقريب الواكس ومثل ما سأل أحمد بلايث المحاضر قال بعض الأجزاء ما نقدر نغطزها بنص الحوط ما سنسوي لها نستخدم فرشة براش أو خشبة أو الى آخر نشيل واكس ونحط على الأجزاء اللي يريد نوصل لها الواكس هو علاج جيد للمفاصل يخليها حارة لأطول فترة ممكنة بدرجة حارة تقريبا 54 ومعلم هنا نسوي ريكاب سريع للمحاضرة الواكس باث جهاز من الجلس للعلاج الطبيعي جهاز يستخدم الشمع البرافين المذاب بدرجة حرارة معينة خلي الشمع على المادة المصابة الحرارة اللي جاية من الشمع رح توسعنا لوعية دموية رح تزايدنا تلفق الدم رح تزايدنا سحب الفضلات تزايدنا طرح الغذاء والعلاج للمنطقة المصابة الجسم رح يعالج نفسه ومو الشمع هو اللي دي يعالجنا الجسم دي يعالج نفسه بس بطريقة اسرع من خلال انه احنا زايدنا الحرارة عليه نفس الطريقة هاي اللي نستعملها ببيوتنا بشيس الماء الحار باللبخة انه تحط رجلك يام صوبة تخسر رجلك الماء حار الى اخره كل هاي الاسباب هي تخفف من الالم وتزايد سرعة العلاج هذا الجهاز دي يستعمل واكس لعدة اسباب بالها ذكرناها محاسن ومساوة اهم شغلة احنا رح ديها بالواكس درجة غليانة جدا عالية درجة ذوبانة قليلة ويحتفظ بالحرارة لفترة طويلة موصل سيء للكهرباء هذا سيخلينا طبقة من الواكس الضل على الجزء المصاب وتنقل لنا حرارة لأطول فترة ممكن حتى نعالج بها الاجزاء المصابة الجهاز بسيط يتكون من حجرة اللي مشروح بالمحاضرة أبو الحجر القديم اللي كان مي وشمع المي اكو طالب اعتقد زينة قالت شون فكرة الذوبان التوكولت بالبيوت من الذوب نستل الذوب فتشي معين ما تقدر الذوبها بصورة مباشرة لازم تحطها بحمام مائي حتى الذوب لأن كتافتها عالية لأجهزة الحديثة ما تستعمل هاي شي هذا لأجهزة الحديثة مثل أجهزة الواكس ما الحلاقين بالضبط بلاستيكية نحط بها الواكس يذوب الواكس نخلي الواكس على المنطقة المصابة الى آخرين حجرة داخلية كانت تنصنع من الستينلس ستيل حاليا تنصنع من البلاستيك سابقا ما كانت هكو إمكانية البلاستيك يتحمل هايش حرارة حاليا موجودة فكانوا سابقا يصنعوا من الستينلس ستيل مضاد للعكس مضاد للصدمات الى آخرين البلاستيك حاليا ما يتعكسد هو أصلا ما نحتاج بمضاد للصدمات لأن ما لدينا مشكل ويا موصل سيء للحرارة أوكي بس ودا نقول حرارة قليلة احنا ما محتاج حرارة عالية الأجهزة القديمة ذاكرين بها الميش كمصدر إضافي للحرارة لا الأجهزة الحديثة الميش بلاستيكية حتى تمنع تماس اليد أو الإذراء أو القدم مع مصدر الحرارة هيتر ثرموستات ثرموميتر أهم طرق قياس والتحكم بحرارة الواكس On-Off Switch Fuse تبين أنه الجهاز شغال أو لا والجهاز انتهى هذا سريع للمحاضرة أي أحد عدى سؤال أي أحد عدى استفسار قبل لأن ننهي التسجيل أي أحد عدى سؤال خارجي عن المحاضرة خلي بس ننهي التسجيل ونأخذ أي سؤال خارجي دقائق دقائق